الجزء الثاني اللي نعاوز أتكلم عليها ربطة الأنديا المحترفين ربطة الأنديا المحترفين أنا بقول لكم أنا متفائل أنا مش متفائل بالمرة هتقولولي لي أقولوك مش متفائل في خناعة اللي حصلة على الساحة نعمل دور العام مجموعتين لا نعمله لجنة نعمله مجموعة واحدة لا نعمل منذور واحد لا نعمل منذورين قبل ما تفكروا في الربطة فكروا في شركات الكورة بالنسبة للأندية في أندية لسه أندية جامهرية لازم تتقلب تبقى شركات فيه شركة لكورة عشان كده تتسمى ربطة الأندية المحترفين نادي ليه جمهوره أو جماهير بمعنى صح إزاي يخش في ربط الأندية المحترفين وبعد كده قبل ما تفكر في أي حاجة تاني قبل ما تحط في جدول بتخلق دور العام يقولك لا مجموعة لا مجموعتين لازم تجيب الأول الأجندة الدولية إيه الماتشاة الدولية تصفيات إفريقيا المؤهلة للأمم الأفريقية تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم وبعد كده تحط كأس تحط دور الأبطال بعد كده بتحط كأس الكفدرالية بعد كده تحط كأس السوبر دي خمس حاجات وبعد كده في عندك كاس العرب ما تنسوش اللي تزنق كده في وسط الجدول قال يعني الوقت قليل قوي فقالك نحطه بقى كمان كاس العرب نيجي بعد كده نشوف الدور العام المصري اللي هو أساسي مسابقة كأس مصر كأس السوبر كل دي هل أنتوا عديتوا نبسوكوا بالكلام ده كله؟ أظن أشك أشك أنك فكرتوا في الكلام ده كله بس إحنا فالحين نقولك 11 نادي موافق على مجموعة واحدة طب الأهل والزمالك فين؟ وأنا أقول لك وأنا أشك متفائل من ربطة عندها المحترفين المفروض تجيبوا ناس متخصصة ناس يكون مرسط ناس يكون على مستوى عاني من الكفاءة بش عملية 11 نادي يقولك أنا موافق والباقي يقولك لا خلاص ناخد بال11 قبل ما ناخد قرار لازم نفكر فيه زي الفار ما أخذنا قرار الفار عكينا فيه وناس اتظلمت وناس استفادت لازم نربط لأدي المحترفين قبل ما نفكر فيها هي خطوة كويسة بس واخدينها خطوة متأخرة جدا وخطوة ماشيين في كل خطواتها غلط اختيارات غلط التوقيتات غلط الكلام عن الدور العام نحن تفاكرين زمان لما كنا نربع أيام نحن في عوائل السبعينات والتمنيات كان فيه جدول صور كده بيتطبع ويتباع في الترمايات باع في الاوتوبيسات نحن بقول بقى للجيل القديم لو انتوا فاكرينوا الكلام ده كله بيتحط جدول الدور العام دلوقتي يقولك بيتحط يوم بيوم بيومه أو أسبوع بأسبوع ويا رد بيتنفذ يجي نادي يقولك لا بيش هلعب يقولك أجل يقولك بيش عارف ايه لا أجل خلي المسابقة تمشي منتظمة حط جدولك صح حط الأجندات الدولية خلي ما تظلمش المدربين بتوع المنتخبات ما تظلمش الأندية ما تضغطش الأندية ما تضغطش اللاعبين بتوعك احنا اللاعبين موجودين آه بموسم استثناء السنة اللي فاتت قلنا عشان خطر ظروف الكورونا وبشو الكورونا والكلام ده إنما اللاعبة هبقى دخلة ثلاث مواسم في قلب بعض بالمنظر العام اللي احنا شايفينه بالارتباطات الدولية بدخول ربطة الأندية المحترفين بالعك اللي بيحصل على الساحة أنا مش متفائل وبش هتشوف كورة كويسة وبش هنشوف أي حاجة عيدلة أبدا قبل ما ناخد قرارنا لازم نفكر أتمنى أتمنى من الوزير أشرف صبح وزيري الشباب والرياضة تدخل لعملية على الساحة كده مش مظبوطة هتقول لي ما حبش تدخل لا لازم تدخل لأنت وزير الشباب والرياضة أنت مش وزير الشباب بس أو وزير الرياضة أنت وزيري الشباب والرياضة اختصاصاتك إنك تخش على الاتحدات التحدات دي على اللجنة الولمبية اللجنة الولمبية نايمة في العسل ولا هي هنا ولا هي هنا أنا بقولي الكلام ده وبقرر مرة واثنين وثلاثة اللي جاي خطر على الكرة المصرية وخطر على معظم الرياضة المصرية لازم نجيب الاختيارات تبقى إنسان الشخص المناسب في المكان المناسب ده ما بيحصلش عندنا الانتخابات مع احترامي آه احنا بقول دموقراطية مش دموقراطية بس فيه تربطات هم هم الأشكال اللي بتيجي كل دورة وعارفين مين أقول لكم بالأسامي مين اللي هيجي في الاتحادات مين ومين هيجي في اتحاد الكرة ومين ومين ما ينفعش اللوايح لازم تتغير اللوايح بتاعة الاندية يعني ما دي أجي أعمل شركة كرة الاندية الجمهورية لازم يبقى عندها فيه اللوايح بتاعتها بحاجة تمنحها لازم تتغير اللوايح والقوانين الرياضة كفانا عك كفانا عك الله يخليكم بقول لكم مصر طلعا دا الساروخ وكورة القدم راجع بدهراها بنشوف الناس اللي قابلينا بقت عدتنا وبنتحصر على نفسنا ليه؟ مصر ناقصها ايه؟ البشر بسم الله ما شاء الله وبنتج عن كده انت عندك كامل عيب محترف بص للدول الافريقية اللي جنبك وبص للدول الاوروبية اللي عندك كلها شوف كل دولة عندها كامل عيب محترف ليه؟ لان دي منظومة والمنظومة دي بتبقى بحطوطة بفكرة عالي جدا وجايبين ناس متخصين هتقول لي اللي هيدير كورة القدم مش لازم يكون لعب كورة مش لازم يكون لعب كورة بس لازم يكون مخه جبار لان كورة القدم او الرياضة بمعنى صح بقت صناعة لما بنجيب رئيس الاتحاد اي اتحاد ومعظم الاندية اللي بييجي عشان يتولى هو هياخد ايه مش هيدي ايه انا لحد كده كلام انتهى اتمنى ان الدكتور اشرف صبح يتدخل ويدخل بكل قوة ويوقف المهازل اللي موجودة على الساحة الرياضية ندخلين على انتخابات انتخابات اندية وانتخابات اتحادات هل الانتخابات هتكمل ولا مش هتكمل ولا هتتأجل ولا 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 عاوزين ان تبقى قرار واضح ولازم بقى فيه لوائح واضحة وقوانين واضحة للغيادة المصرية والكرون المصرية لحد كده انا توقفت عن الكلام لان انا بتعب قوي من الكلام بالصراحة لما بشوف دول قابلينا باعتعدتنا لكورة القدم هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجرم